كده احنا بنتكلم في موضوع بفضل الله حجمه كبير جدا اللي هو التحول الرقمي على مستوى القرى الأفريقية ككل وفضل الله طبعا بقيادة السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحاد الأفريقي في الفترة الحالية من جمهورية مصر العربية هنا احنا لدينا دور كبير جدا لمسندة الدولة الأفريقية في عملية التحول الرقم وفضل الله ده تم فعليا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعض قادات الدول إن حالياً بيتم ربط القرى الأفريقية كلها ببعض عن طريق كابلات الأوبتيكال فايبر مروراً بالمياه الأقليمية المصرية للقرى ككل فإحنا متكلم في بداية أول خطوة من خطوات التحول الرقمي البنية التحتية وصرعة الإنترنت عشان نقدر نتبادل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر أنا كمان عندي الأمر السنة المصري طيبة وان هو معني بتوصيل الخدمة للدول كتير في القرى الأفريقية بالضبط فإن شاء الله بإذن الله إحنا بداية بالنسبة للبرمجيات وبالنسبة القطاع البرمجيات إحنا عندنا طموح كبير جداً اللي هو إيه بقى إحنا عايزين القرى الأفريقية تتحول لقرى رقمية عن طريق الشباب أو عن طريق الدول الأفريقية بمعنى أن إحنا ما نضطرش أن إحنا نروح لدول أجنبية عشان في إنتاج البرمجيات سواء البرمجيات سواء البنية التحتية سواء كل القطاعات الخاصة بالتحول الرقمي أعتمد على نفسي بالضبط نعتمد على بالنسبة للتحول الرقمي التحول الرقمي قادم لا محال يعني إحنا مش بنتكلم في حاجة فيها اختيارات لا هي خلاص الدول أجبرت على التحول الرقمي لكن إحنا عايزين ما نبقاش دول مستهلكة يعني مش عايزين الدول الأجنبية تيجي تستفاد من التحول الرقمي في القرى الأفريقية على قد ما إحنا نكون قادرين إن إحنا نكون شباب مبرمجين من القرى الأفريقية قادرين على إنتاج برمجيات وعمل طفرة حقيقية داخل الوزارات والهيئات والحكومات والقطاع الخاص إحنا ما بتكلم على تحول الرقمي ما بتكلمش على حكومات تب قولي إزاي ممكن تدرب الشباب الوعد ممكن أكون أنا من دولة ما وما عنديش المكان اللي أنا أتدرب فيه أو ما عنديش الخبرات اللي ممكن أتلقى إحنا طالما بنتكلم على رقمنا إحنا لنا هدف برضو إن إحنا يبقى لنا عشرين فرع على مستوى القرى الأفريقية في نهاية العام الحالي ودك هتبقى منصة تعليمية لنا إن إحنا نبتدي نجيب الشباب اللي مهتم بالمجال البرمجيات وعايز يطور في مجال البرمجيات ومجال البرمجيات إحنا عندنا قطاعات كتيرة يعني مش قطاع واحد بس وهنبتدي إن إحنا نجيب بعض الشباب الكف عشان نبتدي نديهم منح إن شاء الله بإذن الله من ضمن الخطة إن إحنا نتعاون مع الدكاترة ومع الجامعات الأفريقية ونبتدي نقدم منح للشباب الأفريقي إنهم يجي يتدربوا هنا في مصر عن التحول الرقمي وأهمية التحول الرقمي وخلافه